بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الدريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الأول في الوحدة الثانية نتعرف فيه على كيفية حساب المحيددات ومعاملات المصفوفة Minors and Decufactors of a Matrix فإذا كان لدينا المصفوفة A مصفوفة مربعة فإنه يمكن حساب الماينور Mij للعنصر Aij الموجود في المصفوفة وذلك بحساب قيمة المحدد الناتج بعد حذف الصف i والعمود j الموجود فيهما العنصر Aij فإذا ضربنا هذه القيمة Mij في سالب 1 S i زائد j وهو مجموع الصف والعمود الموجود فيه العنصر Aij حصلنا على ما يسمى بالمعامل Cij أو الكوفاكتور Cij لتوضيح ذلك لو أن لدينا مصفوفة ثلاثة في ثلاثة كما يبدو أمامنا وأردنا أن نحسب المحيدد Minor of a21 M21 فماذا نفعل؟ نحذف الصف والعمود الموجود فيه هذا العنصر فتبقى لدينا المحيدد الصغير المكون من A12 وأي واحد ثلاثة وأي ثلاثة أثنين وأي ثلاثة ثلاثة حصلنا على محدد صغير 2 في 2 من المحدد الكبير 3 في 3 ولعل هذا هو ساب التسمية محيدد أي مصغر محدد وإذا ضربنا هذه الكمية M12 في سالب 1 أس مجموع الصف وهو 2 والعمود وهو 1 يعني سالب 1 أس ثلاثة فيعطي سالب 1 في M21 إليكم مثلا عدديا فإذا كانت A مثلا فيها العناصر ثلاثة واحد سالب 4 اثنين خمسة ستة واحد أربعة ثمانية وأردنا أن نحسب المحيدد M11 مثلا نقوم بحذف الصف الأول واحد والعمود الأول أيضا واحد فيتبقى لدينا المحدد الصغير خمسة ستة أربعة ثمانية هكذا فنحسب قيمة هذا المحدد القطر رئيسي خمسة في تمانية أربعين ناقص القطر غير الرئيسي أربعة في ستة أربعة وعشرين فيكون الناتج ستة أشر ويكون الكو فاكتور يمكن حسابه C1 1 ينتج من ضرب M11 التي حصلنا عليها من قبل ستة أشر في سالب 1 أس مجموع الصف والعمود 1 زائد 1 اثنين سالب 1 تربيع بموجب 1 أي أن C1 1 هو M11 أي يساوي ستة أشر